تقرير للجنة المخابرات والامن في مجلس العموم البريطاني يؤكد ان تنظيم القاعدة في سوريا يمثل اخطر تهديد ارهابي على بريطانيا يبدو ان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته ويليام هيغ منفصلان عن الواقع تماما من خلال ما يجري حولهما من احداث فقد عمد كاميرون وهيغ ومعهم الفرنسيون وغيرهم خلال العامين المنصرمين الى دعم الارهاب في سوريا بكل ما اتيح لهم وحرضوا ومولوا المرتزقة من تنظيم القاعدة خصوصا الاوروبيين وارسلوهم الى سوريا ولكن يبدو ان السحر انقلب على الساحر فلجنة المخابرات والامن في مجلس العموم البريطاني كشفت في تقرير لها ان تنظيم القاعدة في سوريا يمثل اخطر تهديد ارهابي على بريطانيا محذرا من عواقب كارثية في حال امتلاك القاعدة للاسلحة الكيموية التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اوضح ان هناك خطرا من ان تقوم عناصر متطرفة في سوريا من استغلال البيئة المتاحة فيها حاليا لوضع خطط لهجوم خارجيا بما في ذلك ضد اهداف غربية بعد ان تسلل الى سوريا اعداد كبيرة من المتطرفين ومن بينهم اعداد كبيرة من بريطانيا واوروبا وقد اكتسبوا خبرات وتجارب كبيرة في القتال ويبقى التساؤل ان كانت بريطانيا تهتم بمحاربة الارهاب كما تدعي لماذا لم تحاكم الارهابي ابو قتاد الاردني بعد ان كان محتجزا في سجونها لاعوام واكتفت بترحيله الى الاردن ولماذا تعمد مع الولايات المتحدة وفرنسا الى تسليح الارهابيين في سوريا واخناع الاوروبيين الاخرين برفع الحظر عن الاسلحة الموجهة الى الارهابيين تحت مسميات مختلفة منها ما يدعونه المعارضة السورية المعتدلة تقرير لجنة المخابرات والامن في مجلس العموم البريطاني ربما لامس وعبر عن مخاوف البريطانيين والشارع الاوروبي الذي رفض مرارا تسليح الارهابيين في سوريا ولكن المسؤولين الاوروبيين والامريكيين هم بالاساس منفصلون عن نبض الشارع كما يرى العديد من المحللين والخبراء والحقيقة جلية وباعتراف مسئولي تلك البلدان فوزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس اقر بوجود 120 ارهابيا من بلاده يقاتلون في صفوف جبهة النصرة الارهابية في سوريا وكذلك كشفت اجهزة الاستخبارات البلجيكية والهولندية ومسؤولون اوروبيون عديدون عن وجود اعداد مماثلة وفق اعترافهم في سوريا وخلال الشهر الماضي فككت وزارة الداخلية الاسبانية خلية ارهابية في مدينة سبت المغربية مرتبطة بتنظيم القاعدة تجند الارهابيين وترسلهم الى سوريا